السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عاما أنتم بخير وتمنى أن كل يوم من أيامكم يكون خير وبركة ويوم وسعادة وتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى وتمنى لكم السعادة في الدارين الدنيا والآخرة أسف للتأخر 3 دقايق علشان كان عندنا عطل في اللي هو الكونيكشن بتاع الواي فاي النهاردة بنتكلم عن موضوع مهم وهو موضوع الأطفال وده كان لقاء أنا سمعته يعني حاد ما بين طفلة صغيرة عندها يمكن 13 أو 14 سنة في يوم السبت 16-12 2017 يعني تقريبا قرابة سنة وكانت بتتناقش وهي منفعلة جدا مع قد يكون أمها أو خلتها أو عمتها نساء كبار في السن وهم بتجدلهم بحرقة قوية وكان النقاش على الصفحة ما بين جيلين يعني مش صعب أنهم يلتقوا مع بعضهم فالجيل الكبير هو الجيل التقليدي اللي بيحاول أن يرغم الفتاة إرغام وده اللي هو بنسمي إحنا إيه الفجوة الجيلية والفجوة المجتمعية والفجوة الفكرية والفجوة الثقافية بين جيل وجيل فجيل الأم والخالة والعمة بيحاول يرغم الفتاة على التعلم والنجاح في الدراسة والتميز وبيطلب منها وهي ثائرة الفتاة دي ثائرة 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 وصغيرة في السن بيقولها بقى تعرف ايه تعرف دنها وتعرف تاريخها وتعرف ثقافتها وتعرف حضرتها وتعرف قيمها وعقدتها وأخلاق أبائها وأجددها بالطرق التقليدية اللي احنا كجيل تقليدي جيل الخمسينات والستينات والاربعينات اتعلمها من زمن فات أيام ما كانت مجتمعاتنا آمنة ومستقرة الجيل الحالي هو الجيل الفتاة الصغيرة دي هو جيل ثائر ثائر على كل شيء وجيل ثائر حركي صاحب التغيير الآن وهنا الفجوة ما بين الخالة والعمة والأم وبين البنت اللي عندها 13 أو 14 سنة اللي كان بتتكلم معهم جيل عايد يثور على كل العوائق ويخترق كل الحدود ويزيل كل الحواجز اللي تتمنعه من التعبير عن نفسه وعن هويته وعن شخصيته وعن قضيته وعن مشاعره بالطريقة اللي تتكونت بداخله مش اللي تتكونت بداخلنا احنا انا بأنقلكم بتعبير ثورة الفتاة على أمها وعمتها وخلتها بالطريقة اللي تتكونت بداخله كآلية ها داخل هذا المعترك السياسي والأمني والعسكري والثقافي المحيط بهذا الجيل الصغير الذي نشأ في مجتمعات غير مستقلة الفتاة بتصرخ 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 وتخيلت انها ابنة من بناتي بتقولهم ايه كيف تريدون يعني ان اتعلم وهم يقتلون الاطفال ما ذنب الصغير الذي يريد ان يصلي في المسجد فيقتلونه ظلما كيف تريدونني الا اشعر بآلام الصغير والأم الثكلة والأب المكلوم دا كان النقاش الحاد ما بين جيلين في وجود فجوة مجتمعية ثقافية فكرية قيامية بين جيلين جيل هادئ تربى في أمن وأمان وجيل ثائر ترمنا تربى في عدم استقرار الأمن والأمان انا بشكر طبعا الشباب اللي انا بشتغل معهم اللي هو احمد الحيت وا احمد الشيخ وماهر السيد وعبد الرحمن الشيال اللي عملوا كل الاشياء الجميلة اللي احنا متفرج عليها دي او اللي هنتفرج وانسمعها دي بالذات دي صورة الفتاة اللي انا رسمتها ها وبتعبر عن الموقف وعن الرسالة اللي كتبها لي احمد الشيخ وانا هقرأها انده يكون كلام احمد الشيخ مش كلامي انا انا قلت بكده كان كلامي اما الكلام انا هقرأه دلوقتي اللي هو كلام احمد الشيخ فانا هركز على الصورة دي وعليس كل واحد فينا وكل واحدة فينا تركز عن الصورة دي وتضع نفسها داخل الصورة وتضع نفسك داخل الصورة على الشمال على اليمين هنا دي المخيمات صورة المخيمات والخيم وعلى اليمين صورة البيوت المهدمة ها والزبالة إلى آخره إلى آخر وهذه الفتاة التي أنا مش عارف اسمها للأسف يعني ومش عارف أجيب الحوار ده مرة تانية عشان أشوفه لو حد فيك لقاءة عن الفيسبوك يبعته لي عشان أستطيع أن نتصل بالفتاة دي ونقولها جزاك الله خير أن أنت رفعت مستوى وعينة كأن أستجيب ليه رأيك وألامك ومحنتك ألتت عايش أعمد الشيخ قال في المقدمة هذه صورة لأطفال حرموا مقاعد الدراسة في دمن العلم والتطور حرموا من عطف الأم والأب أو منهما معنا حرموا من اللهو واللعب وباتت ألعبهم الصغيرة دبابات وقنابل وأرصاص حرموا من البسمة ومن الطفولة والبراءة ما أدلم بهم في حرب لم تصنعها أيديهم وحصدوا نتائجها الكارثية التي جعلتهم بلا أوطان وبلا عنوان وبلا ثقافة وبلا مأوى هي صورة لطفلة فلسطينية تائها فوق الصخور فوق أنقاض بيتها المهدم تبحث عن ماذا؟ تبحث عن ذكرياتها عن ذويها عن ألعبها عن ألوانها عن ثيابها وعن أدواتها المدرسية ليست كمثل بقية أطفال العالم هي صورة لأم مستقبلية لا تعرف القهر والاستسلام فتسمو فوق الجراح والآلام لتبعث رسالة لتبعث رسالة لتبعث رسالة للعالم مرسومة بالحرية والكرامة والكبريات هي صورة تجسد 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 ألم النزوح والفراق عن الأوطان ولا أحد يعلم حقيقته إلا من يحيا تفاصيله لا أحد منا يعرف حقيقة ألم فراق الوطن إلا من يحيا تفاصيل الفراق هي صورة للوحة كل ذلك لمحمد الشيخ هي صورة للوحة عنوانها أنا أحلم أنا أحلم في أن أعيش حياة كريمة كأي طفل من أطفال العالم بلا خوف أو قلق أنا أحلم أن أحيا طفولتي أعرف ثقافتي أعيش في وطني بلا جراح وبلا عذاب وبلا آلام وبلا فراق أنا أحلم أن أعيش تموح الفتاة وعفوية الأطفال وأمان المستقبل الجميل أنا أحلم في اليوم الذي ستشرق فيه شمس الحرية والأمن والاستقرار يامن تنتهي فيه كل أشكال المعاناة القاسية من عذابات القتل والتشريد والعيش بلا أوطان أنا أحلم أن لا يكون هناك طفل في العالم يضرف دمعا إسه معاناة الفراق الأبدي عن الأهل والذكريات والأوطان هذه صورة الفتاة الثائرة التي سمعت الحوار بينها في قيلها الثائر الصغير منذ عام تقريبا مع أمها ومع خالتها ومع عمتها ومع الكبار اللي تربوا في قيل آخر فلابد أن نرجم الفجوة الثقافية القيامية المجتمعية داخل أسرنا التي نعيش فيها هذه الفتاة لا أعرف اسمها لكن أعرف أنها فلسطينية دي المقدمة احنا اتكلمنا عنها ونقرأتها كل ده كانت هي بتقول إيه كيف يكون لي ثقافة وما عندي وطن جميلة الكلمة أسراع كما بين الفتاة التي لا أعرف اسمها كيف يكون لي ثقافة كيف تريدون أن يكون لي ثقافة ما عندي وطن البنت فهمت أن الوطن هو الأصل في إنشاء كل شيء وده اللي نحكلم عليه في المثلث ده وحكلم عليه بعد كده هو في تعريفات أخرى أما في المثلث ده هو ده الوطن الوطن هو حيز جغرافي حيز جغرافي هو حيز لتواجدنا بداخله هو حيز مناخي نتمتع فيه بفصول المناخ الأربعة وخضرة المجتمع وثماره في الفصول الأربعة يبه هو حيز جغرافي حيز وجودي حيز اجتماعي فيه أنا فيه أمي فيه أبي فيه أخي فيه خالي فيه عمتي فيه جاري فيه جيراني فيه أصدقائي فيه طفولتي ها؟ فيه مراهقتي فيه شبابي فيه رجلتي فيه أونثتي فيه أممتي فيه أبويتي فيه عفويتي فيه خطأي فيه إنجازي الوطن هو وجود اجتماعي لا تسمحوا لأحد على الإطلاق أن يهدم أوتنكم على الإطلاق على الإطلاق على الإطلاق هو حيز جغرافي وجودي مناخي اجتماعي لغوي اللغة الجميلة اللي أنا بتكلم بيها سواء كانت لغة عربية أو فارسية أو هندوسية أو أردية أو فرنسية أو ألمانية إلى آخرية أو إنجلزية إلى آخرية اللغة دي جزء مني وأنا جزء منها هو معيشي أعيش فيه ويعيش فيه أنا أعيش في وطني وطني يعيش داخل فؤادي وطني كان فيه أغنية جميلة زمان ونحن نسميها مصر التي في خاطري وفي دمي حبها من كل روح وفمي يليت كل مؤمن بها يحبها مثلي أنا شوفوا الجمال هي في خاطري وفي فمي وفي دمي وطني في خاطري وفي فمي وفي دمي حزاري أن تسمحوا لأحد أن يضيع عطانكم أو يهدم دولتكم هو قيمي قيمي في كل القيم الجميلة لأنا بتعلمها من أبويه ومن جدي ومن خلتي ومن عمتي ومن جلاني ومن الكبار ومن مدرسي في المدرسة ومن أستاذي في الجامعة إلى آخره ومن ديني عقدي أو عقيدي العقيدة بتاعتي سوقتي مسيحي أو يهودي أو بوزي أو هندوسي أو مسلم إلى آخره عقدتي عقدتي لأنا أأمن بها ولأنا أتمتع بها ولأتسري داخل جسدي وأفئدتي هو تنمويه أنمي فيه شخصيتي وأنمو فيه وأنمو من خلاله أنمو فيه كغصن أو كشجرة أو كبذرة ثم أنميه كغابة أحافظ عليها ثمرها موائلها مكوناتها كلها هذا هو الوطن هذا هو الوطن وده جزء من الوطن هو اقتصادي أصنع أكون جزء من صناعة اقتصاده كنت عاملا كنت مدرسا كنت طبيبا كنت حارسا كنت ظابطا كنت شرطيا كنت مهندسا كنت زراعيا كنت فلاحا كنت تاجرا كنت نهجارا كنت 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 ده الاقتصاد بتاع الوطن الاقتصاد مش صورة واحدة الاقتصاد كلنا نصنع اقتصاد الوطن هو معرفي تتناقل فيه المعرفة من جيل لجيل من حارة لحارة من بيت لبيت من شخص لشخص من مدرس لطالب من مدرس أو أستاذ لطالب جامعي إلى آخر المعرفة التناقل المعرفة للمعرفة نفسها تتناقل خلال أجيال وخلال التواجد في الوطن نفسه الذي يأمل لنا يأمل لنا كل هذا هذا الحيز الجغرافي يأمل لنا كل هذا هو حيز أيضا فكري فكري تصنع فيه الفكر الفكر بتاعنا كيف نفكر كيف نصنع الفكر وكيف نطرح الفكر وكيف ننشر الفكر وكيف نستفيد من أفكار الآخرين هو شعوري أنا بشعر انتجاه وطني بالحب بالحنين بالطمأنينة بالركون بالسكون بالتواجد داخله أشعر فيه زي ما بنوها بالكلمة بالنجليزي home sweet home لما رجع البيت أقول يا الحمد لله أنا رجعت البيت إن شاء الله يكون البيت ده عشها إن شاء الله يكون البيت ده غرفة من غير أبواب من غير شابيك لكن أشعر فيها بالأمان والإطمأنان شعور ومشاعر هو انتماء أنا بنتمي لهذا الوطن أنا بنتمي صنعني هذا الوطن هذا الوطن هو الذي صنعه فلانا وفلانا 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 وليس فضلا من فلان على الوطن لأن الفضل الأصل فإن هذا الوطن سمح لبذرة نمو هذا الفلان لكي يصبح هذا الكائن ويصبح هذا الرجل والقائد أو هذه المرأة العظيمة من أرض الوطن فالأصل في الانتماء للوطن كلنا لابد أن ننتمي شعورنا الوطن هكذا ثقافي كذلك لما نتكلمت ثقافي الثقافي هتعلمها منين هتعلمها من كل المكونات اللي في الوطن سواء كانت من مناخ سواء كانت من الأشعار سواء كانت من الأجيال القديمة سواء كانت من الإعلام سواء كانت من الزراعة كل هذه الأشياء المحصولات الزراعية سواء كانت من الحيوانات اللي احنا من ربيها سواء كانت من الأفلام الدرامية والمسلسلات سواء كانت من كل شيء احنا بنعرف من الأدبيات والسياسات اللي مرت عليه والتاريخ بتاعه هو نهداوي لا أستطيع أن أنشئ نهدا بدون وطن لا أستطيع أن أنشئ نهضة على الإطلاق بدون وطن أبدا إنسى لذلك كل نبي أو رسول أتى لهذاية البشر عاش فوق ظهر وطن أو مجتمع فحول المجتمع بحيثياته الظالمة إلى حيثيات أخرى تطالب بالحقوق وترسق الحقوق والعدل والإخاء والمساواة والحرية للجميع ويصنع حضارة لا يوجد حضارة من غير وطن الإغريق، الرومان، العثمانيين، المسلمين سواء كانت العباسيين أو الأمويين أو الأيوبيين أو الدولة السلجيقية إلى آخره إلى آخره أو العضارة المصرية القديمة أو الفرس أو الرومان أو البيزنطيين كلها سنعوا حضارات سنعوا حضارات من فوق أرض وطن أعطاهم القاعدة الأساسية التي يرتكزوا عليها من خلال كل هذه المكونات لكي يصنعوا حضارة الحضارة وطن هي تغييره كل مكون في داخل الوطن بيتغير وأنا جزء من عامل التغيير الإيجابي لبناء الوطن واستمرار مسيرة بناء وتنمية وتطوير الوطن هو أيضا ماذا بعد؟ بعد التغيير لابد أن نصل بتموحنا إلى أبعاد أخرى لا نتوقف حينما نعمل حضارة لا نتوقف حينما نصنع دهرنا لابد أن ندخل صناعة نهضات داخل النهضة صناعة حضارات داخل الحضارة وهكذا ده هو الوطن اللي احنا بنتكلم عنه واللي كنا نتكلم عنه الفتاة الصغيرة المراهقة الفلسطينية بقول كيف يكون لي حضارة وما عندي وطن نرجع نعرف الوطن في بعض تعرفات أخرى أيضا كذلك أنا أتكلم كل هذه الكلمة اليوم هي مجرد تعبير عن تقديري لهذه الفتاة الصغيرة التي وقفت تسرق وتقول إن لم يكن لي وطن فكيف تطلبه فكيف يكون لي ثقافة إن لم يكن عندي وطن كلمة بتاعتها بالضبط كيف يكون عندي ثقافة وما لي وطن باللهقة الفلسطينية ايه هو الوطن بالنسبة لنا بقى في التعرفات هو الحيز المجمع لكل المكونات المجتمعية الموجودة داخله فإن تواجد الحيز إن تواجد الحيز زي ما احنا شايفين واستقر استطاع القانتين القابعين المقيمين فيه أن ينتقلوا بمشاعرهم وحاسسهم وأفكارهم وعلمهم وخبراتهم وتشاركتهم إلى بناء الإبداعات المجتمعية الإبداعات المجتمعية دي هتحقق لنا إيه؟ هتحقق لنا التالي أول حاجة أول بناء مجتمعي مبدع ويبدع هو بناء الأسرة المحافظة على مسير بناء الوطن بل أول هو بناء الأسرة المحافظة على مسير بناء الوطن الثاني هو الاستقرار والرسوخ والتجرد داخل ثنايا عماق المجتمع الاستقرار والرسوخ والتجرد داخل ثنايا عماق المجتمع الثالث هو التدافع يبقى الأول البناء الثاني الاستقرار التالي هو التدافع بين أبناء الوطن من أجل النماء المجتمعي والرخاء الاقتصادي لبناء مؤسسات الدولة التي تتحافظ على بقاء كنونة الوطن يبنى مؤسسة الدولة القادرة على تحقيق العدالة وإحقاق الحقوق والمساواة الموسعة لماذا لمساحات الحريات المدنية المحافظ عليها وجود مؤسسات مجتمع مدني قوية ومستقلة النقطة الثالثة هو حيز وهو بناء وهو استقرار وهو تدافع وهو تلاحم تلاحم جماهيري قائم على حب بين كل فرد مسلم مسيحي هندوسي بوذي سلفي سني وهكذا يعني الحب التلاحم الجماهيري القائم على الحب حب كل مواطن داخل الوطن ينتمي إلى هذا الوطن أنا مصري أنا سعودي أنا بريطاني أنا أمريكي أنا يمني أنا عراقي أنا كويتي أنا بحريني أنا مغربي فأنا أحب كل مواطن داخل الوطني الحب حب كل مكون مجتمعي بشري وغير بشري آخر أحب الحيوانات والطيور والأشجار فأكتب عنها الشعر والنثر والمواضيع والأدب والفنون المكونات لدعائم بناء هذا الوطن لبناء دعائم هذا الوطن حب التضحية من أجل إيه من أجل بقاء الوطن وليس بناء الوطن فقط البناء شيء والبقاء شيء تالي حب عبير الوطن نفسه إن أنا أشم وأنا راجع بالطيارة أو دخل بالعربية من على الحدود أو جايب المركب أشم العبير أقول الله دي ريحة وطنية ده ريحة القرى بتاعتها دي ريحة فالعبير ده والشوق لا يعرفوا إلا من تواجد عنده حب الوطن أصلا النقطة اللي بعد كده التضحية والجهاد والاجتهاد أضحي من أجل مين؟ من أجل الوطن وأدافع عنه وأن كان دفاعي عنه يكلفني حياتي ومقدراتي من مال وسمعة إلى آخره فهذا إيه بالنسبة للحب بعد ما انتقلنا من مرحلة الحب الإبداع والتقدم العلمي والتفكير والقيم الحضاري يبقى لابد أن أبدع داخل حيات الوطن أضحي وأجاهد وأجتهد من أجل الزودة عنه وأبدع داخل التقدم العلمي والتفكير والقيم الحضاري النقطة اللي بعد كده هو نقل إنجازاتنا وخبراتنا للجميع داخل الوطن ما فدش يحتكر العلم العلم لابد أن يصبح كالماء والهواء داخل حيز الوطن داخل كينونة الوطن داخل حيز المجتمع لابد أن تتناقل المعلومة والمعرفة من جيل إلى جيل ومن شخص إلى شخص إلى آخره إفراز وإبراز قيادات المجتمعية المتتبعة والمتجنسة لماذا؟ لدمان استمرارية استكمال بناءات الحضارية للوطن لابد 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 أن يكون عندنا تتابع في تواجد القيادات القادرة على بناء الوطن والاستمرارية فيه من داخل الشباب من داخل هذه الفتاة الشابة الفتاة المراهقة التي كانت تصرخ وتقول كيف تكون عندي ثقافة كيف يكون لي ثقافة وما عندي وطن تفجير طاقات الشباب الكمنة داخل الشباب فقط داخل أفئلات كل مواطن في الوطن نفسه استدباب الأمن والطمأنينة للحفاظ على كل فكر ومفكر وكل إيمان ومؤمن وكل إبداع ومبدع وحتى ان اختلفوا في الفكر والإبداع والعقيدة لابد أننا كل دول يصبحوا أمنين داخل حيث الوطن اللي احنا منتكلم عليه الانسيابية التلقائية في ماذا؟ في نموه وكرة الثلج الممكنة لماذا؟ لترسيخ الولاء للوطن المحافظة على كنونة الوطن ومخدراته وعطاءاته وأبنائه لا تجد بعض الزعماء يبيعون الأوطان ويسرقون المقدرات هؤلاء لا ينتموا لهذا الوطن أو لهذه الأوطان نقطة اللي بعدها العطاء والبذل بلا حدود من كل مكون مجتمعي داخل هذا الوطن حتى وإن كان هذا المكون المجتمعي غير بشري لأن الله سبحانه وتعالى يسخرهم لنا من تيور ومن حيوانات ومن أسماك ومن أشجار ومن نباتات إلى آخره لكي يكونوا تتفجر طاقتهم التي تحافظ على كنونة بناء هذا الوطن الإنسانية من أجل إحياء حياة الحياة داخل أفئلة الخلائق الحية الإنسانية وهذه النقطة المهمة جداً لكي نحيي حياة الحياة داخل أفئلة الخلائق الحية والخلائق الجمادية كذلك المأمورة بمؤذرات المؤمنين بهذه المسيرة الخالدة طيب أرجع بس أعدى على النقاط اللي هي إيه؟ الوطن هو حيز وأهم الإبداعات فيه بناء الأسري الاستقرار والرسوق والتجرد التدافع من أجل النماء المجتمعي التلاحم الجماهيري ألقى معاه الحب وهنا نفصل قلمة الحب إيه؟ حب كل مواطن حب كل مكون مجتمعي داخل الوطن حب التضحية من أجل بقاء الوطن حب عبيل الوطن والشوق إليه دي كلها الحب وبعد الحب التضحية والجهاد من أجل بناء الوطن الإبداع والتقدم العلمي التفكير القيمي النقل الإنجازات والخبرات للجميع بناء الذكاء المؤسسة المسيرة الوطنية وتورثها عبر الأجيال إفراز القيادات المتابعة تفجير التقاتل الكمنة داخل أفرادات مواطنية المتبينة استدباب الأمن والطمأنينة الحفاظ على كل فكر ومفكر وإيمان ومؤمن وإبداع ومبدأ حتى ونختلفه في فكر والإبداع والعقيدة الإنسيابية التلقائية لترسيخ الولاء المحافظ على كنونة الوطن العطاء والبذل بلا حدود من كل مكون مجتمعي الإنسانية من أجل إحياء حياة الحياة داخل حياة الخلاق الحية في الوطن كل هذا هو الوطن الذي يحدث كثيرا للآن نرى أن أوطان مزقت وشعوب شردت ومجتمعات تبعثرت وثقافات محيت وقيم انتهى عصرها أيها الشاب ولياتها الشابة أمسكوا على أوطانكم أو عدوا عليها بالنواجز ولا تسمحوا لأحد أبدا أن يزلزل قواعد الدول التي نعيش فيها وإن اختلفنا مع بعض الحكومات وبعض القادم فرد عقد دولة الوطن معناه انتهاء الشعب ده وتشرده وتهجيره ومن أرض الوطن وضيع قيمه وثقافته وحضرته وتاريخه كل هذه الأشياء اللي احنا بنراها دلوقتي تحدث رأي العين وكل مننا يتشدق بين هذا وهذا وهذه وتلك إلى آخر ولا ننظر لأن الحيز الموئل الأساسي لنا الموئل الأساسي لنا الموئل الأساسي لنا هو ذلك الحيز الجغرافي الذي لابد أن نحافظ عليه ونعد عليه أنه الحيز المجمع لكل المكونات المجتمعية الموجودة فيه والذي تستطيع من خلال هذا الحيز أن نسميه بوتقة أن نصنع تاريخ ونبني حضارة ونبني قيم ونبني نهضة إلى آخره إلى آخره إيه هو الحل بالنسبة لنرجع بقى لقضية الفتاة الطفلة دي أو الأطفال عمتا في بعض الحلول اللي اقترحها الأستاذ أحمد الشيخ بناء مؤسسات وطنية ترعى الطفولة تكون مستقلة يكون عندها القدرة باستقلالية عن حكومتها أن تضع برامج إبداعية لإطلاق طاقات الأطفال من سن الخامسة إلى سن العشرين لماذا؟ لأنه هذا سن التكوين العمري لبناء الشخصية الوطنية القادرة على بناء الوطن وقيادة زمام أموره فيما بعد فلابد بناء مؤسسات وطنية مش فقط مؤسسات حكمية مؤسسات مجتمع ومدنة وطنية ترعى الطفولة وفقا لإحتاجاتها النفسية والثقافية والعلمية نمرة اتنين إذا كان عندينا الإمكانية في إنشاء مواقع الإلكترونية تعني بثقافة الطفل ومتابعة النشاطات الإبداعية والمبدعين من أطفال لابد أن نكتشف موهبة الطفل في سن الخامسة أو السادسة أو السابعة أو الثامنة أنا كنت أتحدث في مرة من المرات عن متى بدأ سيدنا عبد الله بن مسعود يتعلم الدين وهو في سن الثالثة من عمري وهو سن في سن بدأ يتردد في بيوت الصحابة وكان يحبه كثيرا إلى أن أصبح فقيها يفتي في الناس ويسمع له وهو في سن الرابع عشر أو الخامسة عشر بدأت مسيرة بناء شخصية عبد الله بن مسعود وغيرهم من وغيرهم من العظماء في سن الثالثة وده كان سن الكتاب اللي كانوا زمان أجددنا بيرسلوا أبنائهم للكتاب يتعلم شيئين سواء كان البنات أو الشباب أو الخلاوي أو الزوايا الزوايا في غرب أفريقيا من ليبيا إلى المغرب والخلاوي في السودان في أفريقيا أيضا والكتاب كانت في مصر كان الطفل بيتعلم حكتين لغة عربية وقرآن ولتعلموا أيها الشباب أن اللغة العربية هي أغنى لغة في العالم ثراءا باللغويات والكلمات فعدد كلمات اللغة العربية المبنية على 12 مليون و200 ألف عدد كلمات أو مفردات اللغة الإنجلزية 600 ألف اللي أقصوا لها مش إنجلزية لاتينية وفرنسية إلى آخر وعدد مفردات كلمات اللغة الفرنسية والروسية ما بين 120 إلى 160 ألف فمفردات اللغة العربية لذلك كان الطفل الذي يخرج من الكتاب عنده حصيلة علمية ثقافية قوية راسخة ورزينة يستطيع من خلالها أن يبني هذا التكوين الثقافي المجتمعي داخل الوطن من خلال اللغة التي يتعلم إنشاء مراكز ثقافية أيضا للأطفال يكون الطفل هو فيها المحرك الأول يعني ما يكونش الطفل حبيس داخل المركز يكون ينطلق في الصحراء ينطلق في الحقول ينطلق في الحضائق إلى آخرين ينطلق في الملاعب الرياضية إلى آخرين الاهتمام بفن الأطفال وإدعاتهم كل هذه الأشياء لابد للطفل يعبر عنها مرة إحنا عملنا مسابقة قلت أنا سفرت الشيشان في 1996 يناي 95 لا في 95 في يونيا 95 بعد الحرب ما بدأت في ديسمبر 94 وخرجنا في كابردين بركاريا في نالشك عملنا مسابقة للأطفال في الرسم فرسموا فرسموا رسومات إبداعية من سنة 6 سنين إلى سنة 15 سنة في البصنة عملنا نفس الموضوع في 1993 والأطفال عبروا عن الحرب في البصنة بالقتل والدمار والدبابات والحريق إلى آخر إلى آخرين حتى أننا كان في حملة تعملها جارية الاندبندنت للبصنة وأعطوا يمكن طلت أو أربعين في مئة من مال الحملة دي للإغاثة الإسلامية في ذلك الوقت أنا 300 ألف جنيه تقريبا وكان مع أنا ممثلة اسمها إيمة تومسون معروفة في العالم كله وكان مع أنا رئيسة تحرير الجارية الاندبندنت فأنا حبيت أنني كنت الهدية لرئيسة تحرير ولإيمة تومسون سورتين رسمهم للأطفال فوقفت إيمة تومسون ووقف رئيسة تحرير مدهوشين مندهشين لمكممين ده سورة التعبير عن فكر ورقي مشاعر الطفل البصنوي في هذا الوقت الذي ممكن أن يصبح فنانا ممكن يصبح رساما ممكن يصبح نحاتا ممكن يصبح عالما ممكن يصبح طبيبا ممكن يصبح عديبا ممكن كل هذه الأشياء لابد أن نكتشفه من خلال الملاكز الثقافية مهرجانات مستمرة للأطفال أيضا الأطفال هم اللي دعوا الطفل ينطلق لتعرفهم على ثقافتهم وكمان نعرفهم فيه على الثقافة طريقة هم ما يفهموها والتاريخ يعني ممكن تنا مثلا من عشرين سنة قريب العافة عمل فيلم مش عارف اسمه محمد الفاتح أو صلاح الدين أو حالا كده وأهدر الأطفال هو فيلم الكبار مش للأطفال أبدا يعني ما بصيت الأفلام إزاي هنا في الغرب بيعملوا أفلام فيه أفلام لغاية الطفل عن ثلاث سنين فيه أفلام من ثلاثة لخمسة فيه أفلام من خمسة لسبعة أو ثمن سنين فيه أفلام من سبعة لتناشر فيه أفلام من ثلاثة لأخير فأنت عملتلي فيلم جميل جدا 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 بس ما ينفعش للتفل للتفل ما دونه الخمستاشر مش هارضة مش سينة يستوعبه إقامة معارض للكتب خاص بتشكيل ثقافة فتو وكذلك معارض لرسومات الأطفال مرة أخرى متابعة الانتهاكات كافة الانتهاكات بحق الأطفال في المجالات الإنسانية والثقافية ومتابعة شؤون الأطفال الثقافية وتبادل البرامج الثقافية على الصعيد الوطني والعربي والدولي ده الحاجات بعض الحلول المقترحة ده مش معنا كده الحلول دي فقط اللي حطها أحمد الشيخ خيال الوحيدة اللي احنا عايزينها أبدا هي في حلول أخرى ممكن تضاف إلى هذا الحل كذلك يبقى نرجع مرة أخرى للصرخة اللي أطلقتها الفتاة الفلسطينية المراهقة وقالت ايه كيف يكون لي ثقافة وما عندي وطن الوطن هو العالمين ده مجموعة الخيام وللي على الشمال مجموعة الصخور التي أصبحت جزء من الماضي دي كانت المقدمة اللي كلمنا فيها عن مقدمة أحمد الشيخ عن الحلم اللي احنا عايزين نعمله ده تكوين الوطن وكذلك تكوين الوطن نتكلم عنه وكلمة أخيرة أقولها لي نحنا كشباب مرة واثنين وثلاثة لا تفرطوا في أي شبر من أرض الوطن في أي مكون من مكونات الوطن في أي جزء من تاريخ أو ثقافة أو حضارة أو إرث الوطن طعا لنا لكي نحافظ عليه وننميه ونعيش في كنفه نحن رصنا الوطن ولكننا جزء من مسيرة صناعة إحياء حياة الحياة داخل أفئدة كل مكون داخل الوطن جزاكم الله خير وشكرا على الإستماع وألتقي بكم ساعة 2 إن شاء الله بالإنجليزي أتجدكم في هذه المساعدة أخرى في الإنجليزي السلام عليكم